الله يسعد أيامكم وكل وقاتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنت جديدين ولا تنسوا تقطوني لايكات كثيرة وتكتبونيكم انتات زمينة زيكم وعشان لا أطول عليكم رحتكم أسميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا يقول صاحب القصة أنا الحمد لله شاب في عمر الزهور عمري 23 سنة طموح مثل كثير من الشباب إنه توظفوا إن ربي يرزقني تخرجت من الجامعة وتوظفت بمحل فطور وأموري طيبة وفترة من الفترات قررت أني كل يوم أمشي ساعة قبل ما أروح الدواء وبعد صلاة الفجر مباشرة وهذا اللي صار وكنت كل يوم أحصي الرجال كبير بالسن يمكن عمره 50 سنة تقريبا كذا يمشي لحاله معايا في نفس اللفة اللي أنا أخذها وشاءت الصدف إننا بدأنا نسالف مع باب وكل يوم صار جدولنا نصلي الفجر وناخد كم لفة تمشي رياضة لمدة ساعة ومع الأيام مرت خمس شهور تقريبا وكانت سوالفنا أغلبها عامة دون تدخل بخصوصيات بعض ومرة قال لي هذه الأرض كبيرة مرة ويدورونها مشتري ما جاء لها زبون أبدا قلتنه إيوة سوق العقار هاليومين راكز مرة المهم تكلمنا عادي وبعدها كل واحد راح لبيته وبنفس الأسبوع سوالفت مع صديق لي قلتنه هذه الأرض فاضي يا شيخ من زمان وإن الرجال اللي عمشي معاه طرالي ياها وأحس إنها حقته بس ما يبي يعلمني وصديقي هذا يشتغل بشركة عقارية المهم ما أدري شلون دق علي صديقي وقال لي كلم الرجال اللي يتمشي معاه إنه فيه زبون للأرض والمبلغ فلكي أنا إلا خمت مرة وجيت كلمت الرجال اللي عمشي معاه وقلت لو يعرف راعيها ولا شي وقال لي تعال بيتي ويقهويني ويطلع لي سكى الأرض وقال لي روح قول لصديقك ترى راعيها باعكم أنا كذا إن صدمت ما أدريش أسوي وأقوم أدق على صديقي وتسهلت وتمت البيعة ويجي لي سعي أربع مليون ريال متخيليني نورات بي كان أربع آلاف بس وجاني سعي أربع مليون ريال وماني بصدق أبدا والحمد لله على كل شي سبحان الله ربي يرزقك من حيث لا تحتسم وإلى هنا انتهت قصتي لليوم القصة الثانية يقول صاحب القصة أنا ولد نشأت في بيت الدين ورب يساتر علينا وأبوي واحد اجتماعي ويصلح بين الناس وصلت لعمر 18 سنة وصارت مشكلة بينه وبين أمي وصار يطلع الزعل اللي فيه فيني بما أني أكبر واحد من أخواني وقال لي الله يجعل لي أشوفك جنازة وبعدها أنا نعميت وأطلع على جدة من أبها ولا كان معايا ريال وأكلم وانا تخالي يحول لي حق الحجز وتدخلوا عماني ولا نفع وأجل السبع شهور وخالي رماني 500 ريال وقال لي روح تعسكر مع الرجال أو جعني كلامه مرة وأنا في جدة أتفاجأ أن أمي رجعت لأبوي فرحت بس زعلت بنفس الوقت على نفسي وعمي قام أصح بيننا ورجعت ودرست لين نهاية كورونا وتخرجت بعدها وبعدها رجع أبوي مثل أول يزعل لي كثير على أشياء تابها وصياح وكلام كثير قمت خذيت سيارتي وطلعت عن ريال وبعدها جلست أربع شهور وتوظفت استقبال وبعدين انفصلت قبل نهاية فترة التجربة وبعدها زبطت الأمور ورجعت أبها وجبت هدايا وسويت عزيمة وعدمت كل أقاربي عشان أرفع راس أبوي رغم أنك أحيان مرة كل هذا أبي يرضى علي المهم بعدها رجعت الرياض ومن فصل من وظيفتي وليه سنة بدون وظيفة وشغلتي بس أوبر وقبل أسبوعي انقطع أوبر بسبب التأمين وطبعا من ناحية الدينية التزنت الحمد لله على صلاتي وأذكاري وتحسنت من الناحية الدينية مرة وأفكر ألتزم وأرجع أبها عند أهلي وأدرس شريعة طبعا لأنت خفص موارد بشرية فلازم أدرس من جديد بس أمي رافضة أني أرجع فأنا أحس أني ضايع مرة أعطوني نصايحكم إيش ممكن أسوي وطبعا تقديم مقدمة على كل مكان بس سبحان الله ربي ما أراد والخير جاي بإذن الله وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم اكتبوا لي رأيكم على القصة في الكومنتات ويا أهلين فيكم لارة من اليمن شهد من فلسطين فاطمة من العراق وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وإنتظروا ربقصة جديدة